الله وبركاته الليلة بيضة تعليق هنيزادة على فوز الزمالك بالسوبر وأول رد فعلا من تركيا للشيخ بعد تدويج الزمالك بلقب السوبر الأفريقي ومعنا كمان رقلات الترجيح زمالك يهزم الأهلي ويتوج بالسوبر الأفريقي ومعنا أول تعليق من المستشار مرتضى منصور بعد فوز الزمالك بالسوبر والسوبر زمالكوي شكرا أحمد بلال العبيد وتعليق نادي الزمالك بعد الفوز على سوبر الأفريقي وتعليق خارد الغندور كلهم بيعلقوا طبعا والكل فرحان على الفوز لنادي الزمالك واستحقاق بجدرة نبتدي بالليلة بيضة علق هنيزادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق على فوز الزمالك منذ قليل ببطولة السوبر الأفريقي على حساب النادي الأهلي وحقق زمالك الفوز ببطولة السوبر الأفريقي على النادي الاهلي برقلات الجزاء بعد التعادل من نتيجة واحد واحد في الوقت الاصلي وعبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كتبها نيزادة قائلا انا قلت يا رب اقول انا فرحان اوي والنهاردة احساسي ما خبش واقول انا فرحان اوي 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 لغت اخر الدنيا واول رد فعلي من تركي اهل الشيخ بعد التدويج الزمالك بالعقب السوبر الافريقي وبالمناسبة متحة شلبي اللي سمع تعليقات متحة شلبي القناة اللي كان بيعلق عليها كان مبسوط وفرحان ومزقطت اوي بالضربة الجزاء الاولانية ويقولك انا مش عارف ازاي مالك ما اطرد على ايه ضربة الجزاء يا اخوة انا وصوتهم لعلقوا زي ايه زي الفل وانا مش عارف انتو بتعترضوا على ايه بتعترضوا على حاجة صح وهو اصلا يعني مش هقول لكم بعد كده واثناء الاحتفالات والتدويج زي ما يكون هيعيط الكلمة بهشرط يطلع منبؤه هيعيط زي بالضبط 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 تركيال الشيخ لما نازل كده وسهم الله عليه زي ما يكون حد داله قلمين قبل ما ينزل يسلم الميداليات للعب ويسلم الكاس وتوجه الزمالك بلقب كأس السوبر الافريقي للمرة الخامسة في تاريخه بعد فوض مسير على النادي الاهلي برقلات الترجيح وحسم الزمالك لقبه الخامس على مستوى بطولة كأس السوبر الافريقي بعد التفاوق برقلات الترجيح اربعة ثلاثة بعد نهاية تلوات الاصلي بالتعدل الايجابي بهدف لمسله وبمجرد نهاية المباراة نزل المستشار تركيال الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفي بالمملكة العربية السعودية الى ارض الملعب وقدمت تحيات للعب الزمالك ولتقطت عدسات الكاميرات لقطة طريفة بين قائد الزمالك محمود عبدالرزي شيكبالا وتركيال الشيخ وانتهت السينديا في وقت السوبر الافريقي الاصلي بالتعدل الايجابي بهدف لمسله ليحتكم الفريقان الى رقلات الجزاء الترجيحية شرط الاول لم يشهد فرص كثيرة لكنه شهد اثارة للجدل في الدقائق الاخيرة بسبب احتساب الحكم الشلماني لرقل الجزاء لصالح الاهلي في دقيقة 39 بعد العودة لتقنية الفيديو هو تقنية الفيديو كانوا صحيحين بس لضربات الجزاء الزائفة بتاعت النادي الاهلي بعد كده بيناموا وجاء هدف الاهلي في الدقيقة 44 من الشرط الاول بوسطة الفلسطيني وسام ابو عليم من علامة الجزاء في الشرط التاني تمكن الناصر المنسي من ادراك تعادل لنادي الزمالك وبالمناسبة هو خد رجل المباراة في الدقيقة 76 من عمر الشرط يعني بعد تمرير عرضية من عمر الجبل جون ولا اروع والزمالك حزم الاهلي بضربات الترجيح والتقن الاهلي مع الزمالك على ارضية استاذ المملكة ارينا وشاهدات المبارارة لقطات مصيرة للجزاء اللي قلنا لكم عليها اللي هي ضربات الترجيح الزائفة بتاعتهم اللي لو هي دي فعلا ضربة جزاء يبقى على طول البتاعتنا احنا تعتبر ضربة جزاء ويعتبر الاخ سيني شاحات اللعبة التانية اللي دخل فيها على رجل الولد كان مفروض ياخد كارت احمر بس ازاي ما قلتلكوا الفار 밖에 تدولوا منوم dietم اثناء اللعبة بتاعنا احنا بس نروح اللي للبيضة برضو تعليق من المستشار المرتدى منصور بعد فوز الزمالك بالسوبر الافريق علق المستشار المرتدى منصور رئيس نادي الزمالك الاسبق على فوز الزمالك منذ قليل ببطولة السوبر الافريقي على حساب الاهلي وحقق الزمالك الفوز ببطولة السوبر الافريقي على نادي الاهل براقلات الجزاء بعد التعادل بالنتيجة واحد واحد في الوقت الأصلي خلي بالكو اللي زمالك كان طول الوقت في الشوطين هو المستحوز على المباراة والأهلين ملعبش ببصلة وإمام عشور بتاعهم ده ولا لي لازمة الأخ إيمان عشور ولا الأختي إيمان عشور ولا لها أي لازمة في الملعب بس بس كانت بتحتفل بالفوز قبل المباراة هما كده يحتفلوا قبل المباراة لكن تدخل المباراة لا هو ما بيعرفش يلعب بس الحكم عمل اللي عليه يا أخوانا اللي مطلوب منه عمله بس هيعمل أكتر من كده نروح للمستشار مرتضى منصور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كتب المستشار مرتضى منصور قائلا يهنئ جماهير نادي الزمالك العظيمة وأولادي لعبي الفريق الأول وجهازهم الفني والطبي بانتصارهم الليلة والحصول على بطولة السوبر الأفريقي وكل شكر اللاعبي فريق الأهلي على الجهد المبزول واكفحهم في المباراة ولكن زي ما أنت عارفين يعني الكفاح كان أي كلام وكل شكر اللاعبي فريق الأهلي وأخيرا شرفنا جمهور الناديين بشكل الحضاري المحترم الذي يظهر الروح الرياضية الوطن يعرف الهدف من المنافسات الرياضية وأخيرا شكرا للمملكة العربية السعودية على حسن الاستضافة والتنظيم العالمي الرائع نروح لأحمد بلال وشكرا يا أحمد بلال يا فاشل حقاق زمالك الفوز ببطولة السوبر الأفريقي على الأهلي برقلات الجزاء بعد التعادل واحد واحد في الوقت الأصلي وهنا كل شكر للكابتن الفاشل بلال الذي قال أن زمالك عليه الله يذهب إلى السعودية لأن النتيجة محسومة للأهلي فعلا هي النتيجة جاءت محسومة للأهلي وبرضو مش للأهلي أخيرا أخيرا بدروا دي الجزاء محمد الشناوي اللي ما طلعين بالسماء أخيرا 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 محمد الشناوي دخل في كل الأهداف لكن عواد الصد هدفي مش كده يا بلال يا فاشل منقول شكرا أحمد بلال كل شكر المفروض مش عايزين نشوفوا إش خالص على الشاشات بعد التصريحات اللي قالها وبعد تراشق بالألفاظ معاه هو والشريف إكرامي اللي كان طالع يدافع عن نادي الزمالك العظيم لأنه عارف قيمة نادي الزمالك مع أنه لعب أهلاوي ووالده كان حرس مرمى أهلاوي برضو لكن طالع بيدافع على نادي الزمالك ضد الكلام اللي قاله الفاشل أحمد بلال فبنوجه له الشكر ما يستهلش طبعا شكر ولا حاجة كنت عامل محفز للعبين ده عامل محفز بس مش بناء آدم هو كان عامل محفز على الفوز والبطولة زي كده ما تحط شوية شطة هو ده أحمد بلال كان عبارة عن الشطة شكرا للعبين على الفوز بأول بطولة هذا الموسم وننتظر أن نكون إطلاقة قوية لموسم قوي أخيرا شكرا أحمد بلال الفاشل ما حدش يقول عنه غير أحمد بلال الفاشل حتى توقعاته فاشلة زيه من أولها الأخيرة طيب تعليق نادي الزمالك نفسه بعد الفوز علاقت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على فوز الزمالك منذ قليل ببطولة السوبر الأفريقي وعبر صفحة النادي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كتبت الصفحة الرسمية محتفلة الزمالك سوبر أفريقيا مهما شمسه تغيب هيجي يوم ويعود إن شاء الله هو على طول الزمالك شمسه لا تغيب تعليق خالد غندور على فوز الزمالك بالسوبر مع كل الصبح علاقة خالد الزمالك الأعلامي لعب الزمالك الأسبق على فوز الزمالك منذ قليل ببطولة السوبر الأفريقي وعبر صفحة شخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كتبها خالد الزمالك قائلا إحنا سياد أفريقيا من زمان أبطال السوبر طبعا إحنا سياد أفريقيا من زمان واللي شاف الأم بي سي للسودو التحليلي بتاع إبراهيم في هيعرف قد إيه إن المباراة كانت ممتعة في الدقاءة الأخيرة بس كان فيها حقيقة اللي هو اللعب الجميل اللي كان زمان كاكا اللي يفتكر كاكا اللي يفتكر ماردونة والجماعة دولة كان في الأستوديو التحليلي وأحمد عفيفي كان في الأستوديو التحليلي وأصار جدل واسع فعلا بوسطة ضربة الجزاء اللي احتسابها الحكم للأهلي وهو أول من قال إن لو هو هيحتسب دي بعد ما لعب اللاعب الكورة ودخل فيه لعب الزمالك لو هيحتسبها ضربة جزاء هيحتسب التانية اللي تعملت في الزمالك لما لعب الأهلي دخل فيه بعد لعب الزمالك مع لعب الكورة نفس الحكاية كانت مفروض تتحسيب له ضربة جزاء بالإضافة لإنه هو دخل على دماغه وهو بيلعب بالإضافة لحسن الشحات اللي دخل في أصبت رجل الراجل المفروض كان ياخد كارت أحمر فالأستوديو التحليلي شغل دلوقتي وبعد ما استلموا الكاس طبعا وهيسوا كل شاف فرحة شيكابالا ورأس شيكابالا وكل دلوقتي في الأستوديو التحليلي مع إبراهيم فاية كان فيه شيكابالا وكان فيه ناصر منسي طبعا صاحب الهدف في المباراة وهو رجل المباراة ودخل عليهم زيزو وبعض اللعيبة طبعا وكلهم فرحانين كل لعيبة الزمالك فرحانة وجمهور الزمالك فرحان فعلا فعلا ماتش شيك والحمد لله سبحان الله فعلا زي ما بقول لكم الظلم له نهاية وربنا ما يرضاش بالظلم رغم كل اللي عملو ده لكن الحمد لله ربنا نسرنا لأن احنا بنلعب بشرف وبإرادة وبعزيمة وعايزين نكسب بجد تحية كبيرة للنادي الزمالك العظيم وتحية كبيرة للعيبة الرجالة النهاردة تحية كبيرة للجمهور نادي الزمالك اللي مشرفناها في كل مكان